اشتركوا في القناة ايها الملأ الكريم لا يمكن استهلال هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة اللي بالتوجه الى القوي العزيز بان ينصر اخواننا في فلسطين اللهم كن لهم ولنا عونا ومعينا اللهم اعننا على تحرير فلسطين كل فلسطين اللهم وفر لنا اسباب النصر المبين اللهم يسر لنا كل السبل حتى نكون الى جانبهم في مقاومة الصهاينة الغاسبين ونسترد المسجد الاقصى مسر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت وانت اصدق القائلين سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارقنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير اللهم اننا نتوجه اليك بهذا الدعاء في هذه الليلة المباركة ان تسدد رميهم ورمي كل احرار العالم من المقاومين لتحرير فلسطين كل فلسطين واقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف اللهم ارحم من استشدوا وارتقوا الى جوارك اللهم عجل بشفاء المصابين اللهم رده الى ارضه كل من اخرج منها اللهم يا غياث المغيفين اجمع شملنا ووحد صفنا وانصرنا يا من قلت وقولك الحق ان ينصركم الله فلا غالب لكم ايها الملع الكريم قال تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون والحفظ هو الحفظ من التلاشي والحفظ من الزيادة والنقصان فيه كما ان الحفظة هو الحفظ من التبديل والتغيير والحفظ من كيد الاعداء والحمد لله على ان حفظ القرآن في تونس بل في العالم كله مستمر وسيستمر ما تعاقب ظلام الليل ونور الصباح لانه محفوظ في كتاب مكمون من عزيز حكيم ومن خصائص ديننا العزيز دعوته الى اعمال العقل والى التفكير من ذلك قوله تعالى في صورة الملق وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقوله جل من قائل في صورة الحشر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون وقوله جل من قائل في صورة صاد كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته وليتذكر اولو الالباب من هذه الايات ومن غيرها التي يدعو فيها الله تعالى الى التدبر والى التفكير والى اعمال العقل والتبصر اعتبر الكثيرون ان التفكير فريضة اسلامية والعقل هو نقيذ الجمود الذي يؤدي الى الانغلاق والعنت ويهيئ للتعصب ويفتح طرق التصلت والعدوان ان الاسلام يخاطب العقل ولا يخاطب الانسان كما يخاطب القلائق البكما التي لا رأي لها فيما تقاد اليه او تساق وليس من الغريب في شيء ان تكون الحرية مقصدا من مقاصد الاسلام كما بيّن ذلك الشيخ محمد الخضر حسين في تونس في المحاضرة التي كان القاها سنة ست وتسعمائة والف إذ بيّن يومئذ أن الحرية هي أن تعيش الأمة عيشة راضية تحت ظل ثابت من الأمن على قرار مكين من الإطمئنان ومن لوازم ذلك أن يعيّن لكل واحد من أفرادها حد لا يتجاوزه وتقرر له حقوق لا تعوقه عن استفائها يد غالبة فأن في تعدي الإنسان الحد الذي قضت عليه أصول الاجتماع بالوقوف عنده ذرب من ذروب الإفراد ويقابله في الطرف المقابل حرمانه من التمتع بحقوقه ليستأثر غيره بمنفعتها هذا ما قاله الشيخ محمد الخضر حسين قبل أن يتحول إلى القاهرة ويتولى الإمامة الكبرى لجامع الأزر الشريف كما لن يستتب أمر أو يستقر وضع إلا بالعدل الذي أمر به سبحانه وتعالى قال جل من قال أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد وليجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أعدلوا هو أقرب للتقوى والمن هو أن ننظر في بالعقل في كل ما ورد في القرآن الكريم أعدلوا هو أقرب للتقوى وليس التقوى قريبة للتقوى ولكن لن تتحقق حرية ولن يعم عدل وينتشر في ذل استفحال الفساد وعديدة هي الآيات المتعلقة به وبالمفسدين والفساد هو نقيض الصلاح وعقس الاستقامة ومن البفرقات أن المفسدين يقدمون دائما أنفسهم على أنهم مصلحون كما جاء ذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون وهؤلاء الذين نشروا الفساد ولا يستصدعون إلا العيش في مستنقعاته هم الذين يبتغون الفتنة والتفرقة مواصلين في غيهم معتقدين أنهم قادرون على قلب الأمور أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نحتفل بهذه الليلة المباركة ونودع بعد أيام قليلة هذا شهر المعظم ونستقبل شهر شوال المبارك جعله الله مباركا على الأمة كلها وعلينا جميعا في رمضان أو في شوال أو في سائر الأشهر بل كل يوم وكل ساعة أن نستحذر المقاصد الحقيقية للإسلام أن نستحذر قيمه أن نستحذر ما جاء به في كل آية لأنه التنزيل من العزيز الحكيم وعلينا أن نستحذر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستحذر بعض الوصاية من صحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأن بين الوصاية التي استحذر اليوم في هذا المقام الوصاية الأخيرة للفاروق عمر بن الخطاب علينا جميعا أن نركب الحق ونخذ إليه الغمرات وليكن كل واحد مننا واعظا لنفسه ولا نجعل المال دولة بين الأغنياء فيأكل القوي الضعيف كما علينا أن نخش الله في الناس لا أن نخش الناس في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا